في صورة الحشر ننتقل إلى صورة الممتحنة وهي صورة مهمة جداً هي مدنية بعضها في آخر العهد المدني وبعضها في أوسطها لكن يظهر أنها في آخر أو نقول الأوسط يعني الأيام الحديبية يقول الله عز وجل وهذه مهمة جداً ربما نستكملها في الحلقات القادمة لكن سنواصل هنا قراءة الآيات يعاتب الله في صورة الممتحنة في أولها ناس من المهاجرين كاتبوا قريش أو ما قلنا كاتبوا كانوا يسرون بالمودة إلى قريش إلى كفار قريش وهذا بخلاف ما ترويها الروايات الروايات يجعلون قصة هذه الآيات في واحد اسمه حاطب بن أبي بلتعة وأنه لم يكن يسر وأن كذا وإنما لا أنا في ظن حاطب بن أبي بلتعة ليس قراشين هو حليف لقريش حليف لبني عبد الشمس لكنه ليس من قريش هو من أحلافهم الآيات ما تتحدث عن شخصي يعني تتحدث عن حالة عجيبة حالة كان فيها مجموعة من المؤمنين أن الله يخاطب يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بداية الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا الذين هم أعدائكم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسولة وإياكم واضح أن هؤلاء الذين يسرون بالمودة من المهاجرين لأن الله يقول يخرجون الرسولة وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغى مرضاتي كما قلنا شروط شروط الهجرة إذا كنتم خرجتم بتواء مرضات الله وأنتم تعرفون هؤلاء كفار قريش قد أخرجوكم أنتم والنبي فلماذا تسرون تلقون إليهم بالمودة وتسرون في نفس الآية أيضا إذن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الله يؤرخ لما في القلوب وليس فقط الأشياء الظاهرة بينما كتب السير المغازي أبدا تقول ما هو فرد واحد وكان يريد حماية أهله القرآن ما يقول كذا يقول يسرون بالمودة وقال كفروا بما جاءكم للحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغى مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم هذا واضح هذا نقل قرآني هذا نقل قرآني وإخفاء هذه المعلومات القرآنية شيء عجيب طبعا تكملت الآية ومن يفعلها منكم فقد ظل سواء السبيل إخفاء هذه المعلومات شيء عجيب من من المسلمين اليوم يؤمن بالآية كما هي قليل جدا ما ننتبه نقرأها صباحا مساءا أبدا عندنا رواية في الكتاب الفلاني قالت أنه فقط فرد واحد وأنه ما كان يريد إلا الكتاب لأهله يعني الزعامة قراش حماية لأهله ليس معه عشيرة والقضية انتهت بسهولة ثم وضعوا حديث أو يعني حديث في يضاد القرآن الكريم وإن شاء الله على يتحال في الحلقة القادمة سنواصل شكرا لكم